اعلن سعادة الشيخ عبدالله بن رشد الخليفة محافظة المحافظة الجنوبية أنه سيتم فتح باب التسجيل لموسم التخيم هذا العام في الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري وأن الفترة الرسمية لموسم التخيم تنطلق من العاشر من نوفمبر المقبل وحتى الرابع من مارس المقبل كما أعلن المحافظة السمرارة جائزة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الأسبوعية لأفضل مخيم الهادفة إلى زيادة التنفس الإيجابي بين المخيمين في الالتزام بالشروط الموضوعة خلال الموسم الرمية إلى الحفاظ على ممتلكاتهم وأسلامة مرتدي البر وأشار إلى أنه تم توفير خدمة التسجيل الإلكتروني من خلال تطبيق موسم التخيم في الأجهزة الذكية إلى جانب إمكانية ذلك بالحضور الشخصي لمركز خدمات المخيمين وذكر أنه تم تحديد مساحة 900 متر مربع للمخيم الواحد مضيفا أنه من الممكن أن تحصل العائلة الوحيدة على ترخيصين بشرط أن تكون المسافة الفاصلة بين المخيمين نحو 10 أمتار مشيرا إلى أن مساحة التخيم الإجمالية تبلغ نحو 20 كم مربع وأشار إلى أن مبلغ التأمين لهذا الموسم قد تم تحديده بـ 150 دينار ليكون بذلك عنصرا مساهما في التزام المخيمين لخفض حجم المخلفات ودعا محافظ الجنوبية جميع الراغبين إلى التخيم لضرورة الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية في منطقة الصخيرة والتعاون مع مختلف الجهات المنظمة لموسم التخيم وضرورة الالتزام بكافة الاشراطات التي وضعتها اللجنة العليا لموسم التخيم بهدف الحفاظ على أمن وسلامة الجميع أقرت اللجنة العليا لموسم التخيم في هذا العام الشروط الجديدة والمساحات المسموحة التخيم بها والتواريخ نظرنا في عين الاعتبار إلى كل الأمور التي تخدم المواطنين والمقيمين وبإذن الله سنرى تبعيات هذه القرارات وانعكاساتها على تنظيم مميز هذا العام حاولنا في نفس الوقت أن نراعي كل الشركاء في المنطقة وبالأخص شركة تطوير بحيث أننا لا ندخل في عرقلة سير عملهم ولكن بالإضافة نؤمن المناطق التي يمكن التخيم به